معي الحكام اللي هتحكم مطشاط بكرة ومفهومش الكابتن محمد عادل ولا الكابتن محمود البنة اللي أنا سامعه وإحنا تكلمنا في القصة دي في بداية الحلقة الكابتن محمد عادل هيكون هو حكم المباراة الزمالك والأهلي حتى الآن وكابتن محمود البنة سامعين برضو أنه هيكون حكم فيديو هو حكم الفار في مباراة الزمالك والأهلي يوم الجمعة طيب حكام بكرة بقى عندنا بكرة خمس مطشاط إن شاء الله البنك الأهلي حيلعب الإسماعيلي الساعة 3 في ملعب بيترو سبورت حكم المباراة كابتن طارق مجدي هو حكم الساحة ومعاه كابتن هشامي الدسوقي كابتن رجب محمد مساعد تاني والكابتن محمد القلاوي حكم رابع حكم الفيديو كابتن محمد سلامة ومساعد حكم فيديو كابتن حسني سلطان في مباراة المقصة وسيراميكا حكم المباراة كابتن صبحي العمراوي معاه كابتن محمود عبد السميع محمد مجدي حكم مساعد تاني محمود رجدي حكم رابع مصطفى أصمان حكم فيديو محمود ناصف مساعد حكم فيديو مباراة الجونة وفرقه بكرة برضو ان شاء الله الساعة خمسة ونص وليد عبد الرازق حكم الساحة مصطفى حسين مساعد أول أحمد رجدي مساعد تاني جلال أحمد حكم رابع محمد يوسف حكم فيديو مساعد حكم فيديو مصطفى الشهدي مباراة المقاولين العرب مع طلاع الجيش الساعة خمسة ونص إبراهيم نور الدين حكم الساحة هاني خيري حكم مساعد محمد عزازي حكم مساعد حكم رابع محمد التابي حكم فيديو خالد جمال الغندور وعمر رمضان مساعد حكم فيديو بالنسبة ليه مباراة بيرامدز والاتحاد السكنداري بالليل ان شاء الله الساعة 8 محمد معروف هو حكم المباراة ومعنا أحمد صلاح مساعد حكم مساعد عماد العقاد مساعد تاني محمود وفا حكم رابع ومحمد عباس قبيل حكم فيديو وأحمد ناجي حكم أو مساعد حكم فيديو ان شاء الله دول طاقم التحكيم بالنسبة لمباراة بكرة الخامسة في الأسبوع الثالث لمطولة الدولة